اعمل فيديو عن الاشواجندا. حاجتين مهمة جدا. والحاجتين دول مع بعض هي اصلا الكارسة اللي بتسبب معظم الامراض القلبية. بتزود التستسترون في الرجالات. لو انت من الناس اللي عندها الحاجة جديد انصحك انك تاخد اشواجندا. ازيك يا جماعة اهلا بيكو في حلقة النهاردة. حلقة النهاردة كانت مطلوبة جامد قوي. ناس كتيرة دايما. من فترك يا حتى كمان يعني. كانت بتقولي دورة اعمل فيديو عن الاشواجندا. اول حاجة هي ايه هي الاشواجندا? اشواجندا نوع من الاعشاب. هي من الملخص كده جنسنج بس هندي. ونوع من الادابتجن. دي كلمة جاية من ادابت. ادابت يعني ان هو حاجة متأقلمة. او حاجة بتخليك تتأقلم. فهي نوع من الاعشاب مصنفة كاعشاب بتخلي الجسم يتأقلم على سترس وتوازن. وده معنى كلمة ادابتجن. فهو نوع من الاعشاب نوع من الادابتجن. اه هو نوع من الجنسنج الهندي. ودلوقتي بقى في الجزر بتاعه. اه يستخرج ويتعامل منه مكمل والناس بتاخده. هل ليه فايدة? ليه فوائد كتيرة جدا جدا للبنات وللرجالة برضو. اه هخشلكوا طبعا من اه ايه هي الفوائد بتاعتها. اه عشان بس اه خاطر الناس لو عايزة تستفسر بتفاصيل ايه اللي بيخليك تقول المنافع دي. انا هسيب لك في وصف الفيديو تحت. هتطلق اللينك بتاع الابحاث. انت ممكن تخش تقراها اللي هي كلام اللي انا بجيب منه الكلام ده. فهنخش على الطول. اه قبل ما اخش في الموضوع عايز اقول لك من اهم حاجات الجنسنج بيعملها في الرجالة وستات. بيزود حاجة اسمها دي هايدرو ابي اندرو سترون. اللي هو معروف من زمان او ديا. اه ودي ذات نفسها بتعلي التستسترون في جسمك. فبالتالي بيدي المنافع بتاعت التستسترون في البنات وفي الرجالة برضو. فهنخش لكم دلوقتي على خمس حاجات الاشواجندا بتعملها في الرجالة. رقم واحد. بتزود التستسترون في الرجالة. هرمون التستسترون هرمون الزكورة بيزيد في الرجالة لما بتعمل او بتاخد مكمل اشواجندا. فده معناها ايه? معناها انها هتلاقي الطاقة بتاعتك احسن. نفسيتك احسن. هتلاقي انها بتساعد في القوة بتاعتك في الجيم. هتزود عضلاتك. وكل الحاجات اللي بتعملها. بس طبعا هتزودها بحد الطبيعي. يعني هو هيكون في الرينج لان الناس برضو فاكرة ان التستسترون بوسترز هتعلل التستسترون فوق الرينج مسلا. لا 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 انت مثلا نفترض انت عندك رينج من خمسة الى خمسين. والخمسة الى خمسين ده طبيعي. ده الطبيعي بتاع الراجل. ولو انت مثلا نفترض ان انت مثلا عشرة او اتناشر او ستاشر او عشرين. هتطلعك الى تلاتين او خمسة و تلاتين او او اربعين او انت فاهم قصدي. هي هتخليك في الرينج بس بتعلي من التستسترون. دلوقتي هنخش بقى عالبنات. اه هي بالانجليزي يعني ازا انت عندك رغبة انت متجوزة وعندك رغبة جنسية ضعيفة وجوزك متنرفس كل يوم عشان انت لما يجي وقت الليل بتقول له عندك صدوع ومش قادرة اصل حمادة بيصحى بتأخر اصل لازم اعمل لهم اللانش اصل المدرسة مش عارد ايه اصل انا عندي البريد اصل كل الحجج دي لو انت من الناس اللي عندها الحجج دي انصحك انك تاخدي اشواجندا عشان ترجعي لشبابك كده وتفوقي وتقول له تعالي على وتطلعوا فوق. يا اولا يا امو سابت. ما تخلي الراجل الافد اقفل الشباك كلاتهم خالص. وتعمله الواجب الصح عشان هو يكون مبسوط ويروح الشغل مبسوط بابتسامة كده وبهجة ويروح ويشتغل ويجيب الفلوس وكل واحد يبقى مبسوط في البيت. بدل ما انت كل شوية تقول له انه هندس ده مش قادرة هو عنده كل الكتمة ده ويروح الشغل ومديره ينكد عليه وقول له على ابو تعيشة يروح قلب الطرابيزة كده والمدير يجي يرفده وبعدين تطلقوا وابنكو يطلع معقد والعملية يتبقى كارثة. فخدي ايه شوكان ده ورايح ادماغك. رقم اتنين. ودي كبيرة جدا. هتحسن من الفرتلتي. يعني قدرتك انك تنجب او تخلف اطفال. ودي طبعا كبيرة جدا لان هي بتحسن بتاع السائل المنوي بتاع الراجل. والخلايا المنوية. وبتحسن برضو الحركة بتاعتهم والكمية بتاعتهم. فبالتالي بتعلي الفرص من الانجاب لو انت ومراتك بتحاولوا تخلفه. دي طبعا كبيرة جدا الجرعة بس عشان تبقى فاهم بتاعت الفرتلتي او الخلفة تختلف تماما من جرعة بتاعت ان انت تتعلي التستوسترون. عشان نمي واضحين جرعة ان انت تتعلي التستوسترون بتاعك كمكمل. عشو جندا بتاخدوا تقريبا حوالي ستمائة من خمسمائة الى ستمائة ملي جرام في اليوم. ولكن عشان تخلف الجرعة خمس تلاف او خمسة جرام في اليوم لمدة تلات شهور. فلو انتو عندكم مشكلة ان انتو تخلفوا قبل ما تروحوا دكتور وتحاولوا تعملوا حاجات كيميوية وتدفعوا فلوس كتيرة. اسمعوا كلام دورة. اعملوا سبلمنت. انتو الاتنين بقى عشو جندا وشوفوا النتائج يمكن انت بعمل ازاي. دي رقم اتنين رقم تلاتة. هتزود لك الحجم العضلي الى حد ما. نعم لو انت واخد ودي حاجة على فكرة انا مكنتش بعملها بس هعملها. هبتدي ازود في البرامج بتاعتي في حتة المكملات ان انت تاخد مكمل للاشو جندا لانها بتزود فعلا حجم العضلات. بتزود حجم العضلات ازاي? لانها بتعلي التستوسترون. فيا اه التأثير بتاعها في الابحاث يعني مش هقول لك صدم الناس ولكن فعلا شافوا فرق في الحجم العضلي ما بين اللي هي الناس خدت الحبية قالوا ان هي اشو جندا بس ما كانتش اشو جندا. والناس اللي خدت اشو جندا بجد لقوا الناس اللي فعلا خدوا اشو جندا بجد لقوا في فرق في زيادة الحجم العضلي بتاع الجسمهم. وده تقريبا اكيد مليون في المية بسبب زيادة التستوسترون. فده لقم تلاتة بيعملها بقى ازاي مع الستات? ان هو بيعمل توازن في الهرمونات بتاعت الستات الاستروجين ولو في مشكلة في البرولاكتن هيساعدها جامد. وكمان بينظم اوقات الدورة بتاعت الست. لان في ناس مش كل الناس عندها دورة منظمة. في ناس ببعا في بنات ببعا عندها دورة عشوائية شوية. ساعات بتبتيجي متأخر. ساعات بتبتيجي بدري. آآ ساعات بيبقى فيه اللي هو نوع من الطمئيط. ما بيبقى الشيء كله مرة واحدة. انا عارف ان الرجال اللي بتسمع دورة لقتي بتخربش عنيها ودنها. واللي هو ايه هو اللي بيقول ده بس يا جامعة ده علم وعادي جدا. الاشوغان ده بيساعد ان هو يعمل توازن على كل الحاجات دي. رقم اربعة بينزلك السترس اللي في جسمك. وبينزلك السترس في عقلك برضو. استرس في العقل في الجسم هي هي. بس الملخص بيساعد على تنزيل السترس والتوتر. آآ ودي طبعا مهمة جدا في حياتنا بالذات لو انت راجل عملي. وبالذات لو انت آآ اب مسلا او عندك شغل كتير آآ من اكتر الحاجات اللي بتعجز الناس هي التوتر والسترس. آآ انا عادة كنت لحد النهار ده باخد جابة وآة ينين قبل ما نام. الاتنين دول مع بعض آآ بيساعدوا جدا عن النوم وانخفاض التوتر. ولكن بعد الابحاث اللي انا قاريتها في التلات اسابيع اللي فاتوا. عشان اعمل الفيديو ده ليكم انتو. هبتدي اعمل بقى شواجان ده. بصراحة. آآ لانما طبعا مع شغلي في استرس كتير وفي توتر كتير وانا محتاج حاجة زي كده يعني. دلوقتي نخش بقى عالبنات بنزل من السترس وبرضو التوتر. وطبعا معظم الستات تسعين في المية منكم عندكم توتر. آآ بالذات لو انت متجاوزها. لا بحظر وعدات من الرجل هو مش اقميها بس. نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. خدي اشواجان ده لو انت عندك استرس او آآ توتر آآ زي ما انا قلت في الخامس حاجات للرجالة. آآ دي واحدة من الحاجات برضو اللي هي تأثير على الستات. رقم خمسة ودي كبيرة جدا بالذات للناس اللي وزنها كبير او الناس حتى اللي خدت او بتاخد منشطات. ان هي بتحسن من صحة القلب. ازاي بان هي بتساعد على انخفاض الضغط. وبتساعد برضو على انخفاض الكوليسترول. حاجتين مهمة جدا. والحاجتين دول مع بعض هي اصلا الكارسة اللي بتسبب معظم الامراض القلبية. فلو انت عندك ضغط عالي. لو انت عندك كوليسترول عالي. جرب تعمل باشواجان ده. بس يا جماعة لازم انبهكم حاجة. ما ينفعش انت تعمل بالاعشاب دي لمدة مسلا اسبوع خمسة ايام اسبوعين وتجي تشوف الرزولتس وبتلاقيش رزولتس يقول يوه ده مش شغال. الاعشاب دي عشان تشتغل لازم تقعد فترة طويلة. يعني مسلا اللي هو الكركمن. انا بقالي شغالة عليه فترة طويلة جدا. اشهر. ومفيش غير الا من قريب بدأت احس ان اه فعلا الامة فصلي مش موجودة زي الاول. كان عندي دايما مشكلة في الكوع ركبي بتاع بس حسيت ان هي مع الوقت راحت. هل هو الكركمن? ممكن غالبا هل ممكن تبقى حاجة تانية? والله مش هعرف لان انا ما غيرتش حاجة قوي او مش بعمل حاجات زيادة. الحاجات اللي انا بخدها للمفاصل كركمن وجلوكوزا مين الف وخمسونية مليجرام في اليوم. هل هما الاتنين دول? اعتقد. لان ما فيش اي حاجة انا بتمرن نفس التمرين. اه طبعا اكيد اوزاني قلت بس برضو بتمرن جامد. اه بنام نفس الساعات المتأخرة. حاجة مش كويسة. عندي شغل كتير. فانا مش شايف في اي حاجة اه ممكن تغير بانخفاض الام المفاصل غير الحاجتين دول اللي انا كنت بعملهم زيادة. فعندك دلوقتي الخمس حاجات دي لو انت واحد بيقع من اي حاجة تحت الخمس حاجات دي محتاجها جرب تعمل سابليمينت باشوغان ده. وعشان تبقوا عارفين تشيرت جامد جدا اه. انا لابس التشيرت ده لان مش لابس شيرت الريتكون وان اللي عددا بلبسه لان اصلا مش بيعمل اه مكمل اشوغان ده. بس هشتبوا عارفين. فالفيديو ده مالوش اي مكسب ليا. مالوش اي علاقة انك اروح بقول لك روح اشتري حاجة من الشركة اللي انا عندي اه سبونسر منها. اه راتكم هم ما بيعملوهاش. وانا بقول لك روح على امازون. انا هخش النهاردة معاك. انا بصراحة. انا لسه مخلصت على الحاسب بتاعتي النهاردة. كنت عايز اتأكد من كل حاجة. وبعد بصراحة ما كملتها لحظت انا محتاج انا كمال اشوغان ده. فانا هبتدي اعمل بيها برضو النهاردة. ودي يا جماعة ملخص الاشوغان ده اللي انتو طلبتوه. اتمنى ان الفيديو اعجابكم. روح اشتري بروجرام ما تبقاش اه بخيل على نفسك على جسمك على صحتك. شوف بتاعتي شوف الناس بتقولي اه وبرضو انصحك اه طبعا الباكتج الكامل اللي انت تروح تشتري بروجرام وتشتري كتاب الوصفات. احسن حاجة ممكن تعملها في حياتك. احسن استثمار ممكن تعملو في حياتك. الناس كلها بتقولي دولة استثمر فلوسي فين? روح اشتري بروجرام وروح اشتري كتاب الوصفات واعمل ودي هتبقى احسن استثمار ممكن تعملو لنفسك. شكرا يا جماعة. شوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله.